وفي موضوعنا الأخير لليوم موقع تصوير الفيلم السينماء الأمريكي راست يتحول إلى كارثة بعد مقتل المصورة وإصابة المخرج بالخطأ بطل هذا الفيلم النجم الأمريكي أليك بالدوين يجسد شخصية رجل خارج عن القانون في الفيلم وبالدوين وأثناء تصويره أحد مشاهد فيلم راست في مدينة بولاية نيومكسيكو الأمريكية وأثناء حمله السلاح أطلق النار وتسبب بمقتل مديرة التصوير هليانا هاتشنز وإصابة مخرج العمل جوالسوزا بجروح خطرة شرطة المدينة مشاهدين تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث حيث قالت أن الحادث نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشوا بأعيرة خلابية ومن المعروف أن أفلام الغرب الأمريكي القديم دائما ما تحوي مشاهدها الأسطحة والنيران وعلى الرغم من استخدام الذخيرة الخلابية في الأسلحة حتى لو كانت هذه الأسلحة حقيقية فهي فقط تصدر الصوت الذي يعطي جوا قريبا من الواقع للممثلين إلا أن هناك تاريخ من الحوادث المرعبة في هوليوود أشهرها مشاهدين كانت حادثة تصوير فيلم دكرو حين قتل براندون لي نجل أسطورة الفنون القتالية بروسلي برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون أيضا محشوا بأعيرة خلابية وعلى المنصات الرقمية انتقض مغردون ما وصفوه بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وقوع الحادث المأساوي الكاتبة كيتي دالن ناية تقول أنه ليس من العدل أن توجه التهم إلى النجم الأمريكي عليك بالدون فهو ليس المسؤول عن تعبئة الأسلحة في مواقع التصوير وغردت قائلة يجب أن تأخذ إجراءات السلامة في مواقع التصوير على محمل الجد والناشط ردوان أدادابو يقول أن الممثل الأمريكي سيصاب بصدمة رافقه مدى الحياة نتيجة هذا الحادث المأساوي طبعا أما الصحفية أليسون كورتس فوصفت هذا الحادث بالمأساوي أيضا وانتقدت الأشخاص الذين يقومون بالمزاح قائلة يجب أن يعيى هؤلاء أن هناك شخصا فقد حياته وهناك عائلات تتألم وفي الختام مشاهدين المؤلف دون وينسلو وصف الحادث بالمأساة أيضا وغرد قائلا لا يوجد أحد حتى الآن يعرف ملبسات الحادث لذلك قبل الحديث عن أي شكوك يرجى الانتظار حتى تتم معرفة ظروف الحادث وبهذه التغريدة مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام جولاتنا لهذا اليوم على منصات تواصل اجتماعي عودة من جديد إليك نضال الاستكمال ما تبقى من الأخيرة